عايزة عرف من حضرتك سر عبقرية عمار الشريعي لما بتسمع مزيكة وهي مختلفة بس تبقى عارف لين دي عمار الشريعي سر عبقرية عمار الشريعي في نظري انه هو كفنان موسيقي قدر يستوعب ويفهم ويختازل كل الموسيقى العربية اللي انتجت قبله ويقدم بقى شخصيته يعني هو من اول عبد الرحيم المسلوب وعبد الحمولي ومحمد واسمان هو يعني شغوف بالموسيقى العربية ويمتابع كل نتاجها وفاهم ايه اللي حصل في تاريخها فهو استوعب كل ده وقدم بقى تجربته الخاصة اللي هي مش من منعزلة او منفصلة عندها عما قبله يعني وطبعا شرقيته يعني احنا لما نشوف انه هو مثلا لما قرر يعمل فرقة شبابية سنة الثمانين فرقة الأصدقاء كان وقتها في فرق موسيقية كتير ظهرت زي الفور ايم والجيتس والمصريين بس كانوا بندات غربي اكتر هو عمل فرقة شرقي يعني عمل فرقة بتقدم هموم الشباب والمراهقين وبتقدم اغاني قريبة الى المولولوجي الفكاهي ولكن في اطار شرقي يعني مثلا اغنية المضاط يوم بعد يوم مثلا اغنية الحدود واحنا نفيتين على الحدود مين يصدق انه الشباب يغنوا بالطريقة الشرقية الجميلة دي يعني وفي نفس الوقت اللي هي قريبة لو روح الشباب صحيح عايزين اتكلم معاك عن نشأته الفنية مين اللي ساهم في صناعة عمار شرقي الحقيقة هتكلم عن نشأته الفنية بس حبيت اصوب حاجة جات في التقرير هو شائع على الانترنت انه هو قدم 150 لحن الحقيقة اصدقى عمار الشرقي يعني بلحها من سيطة 74 من اول اغنية مسوكه الخشب لحد مثلا مسلسل شيخ العرب همام 2010 على الاقل 500 لحن قدم اصدقى عمار الشرقي اغنية فردية او اغاني مسلسلات او الاخره لكن 150 لحن شكرا طبعا على توضيح وتصوصنا على نشأة هو لحن الومادية الواحدة 22 لحن فازاي يبقى كل النتاج في الالحان 150 لحن مش منطقي يعني نعم نشأته هو طبعا يعني من في سمالوت نشأ ولد في سمالوت ومن عيلة يعني نقدر نقول برجوازية يعني يعني اتعلم دخل مدرسة اللي هي عفوان مدرسة المركز النموذجي للمكفوفين ودي مدرسة كانت مهمة جدا لأنها متخصصة في الانهاية بالمكفوفين وكانت بتدرب النشأ انه يعني شوفوا مين عايز يطلع مثلا حرفي يعمل حاجات حرفية مين اللي عايز يطلع مثلا موسيقي مين اللي عايز يطلع ايه فينموا الموهبة دي عنده فهو درس فيها وتعلم فيها المزيكة تعلم فيها المزيكة تعلم البيانو وبعدين تعلم العود هو فطبعا هو البيانو دي الالة الأساسية في الموسيقى الغربية والعود الشرقية فهو قدر يعني يفهم يتزوق الاتنين الموسيقى دي الموسيقى دي بعد كده هو حب الاكورديون وتعلم الاكورديون ودخل جامعة عين شمس تخرج في كلية الأداب عين شمس تخرج سال سبعين تدى يروح معهد الموسيقى العربية فرامسيس يقدم نفسه كعازف أورج لو فيه فرقة عايزة تستعين به وفعلا بدأوا سنة واحد وسبعين عبد الحمني ويرسمعوا في المعهد أخدوا أقدموا للإزاعة وعتمد كعازف أورج في الإزاعة سنة واحد وسبعين وقتها دخل فرقة الموسيقى الصلاح حرام الفرقة الزهبية كعازف أكورديون وبعدين نقل من الأكورديون للأورج الأول قبل ما ينقل كان بيعزف الاثنين سوا يعني ليه حفلات موجودة على اليوتيوب قديمة في السبعينات حطت الأورج معلقه في رقابته والأكورديون أسف وقدامه الأورج يجي سولو أورج يعزفه يجي سولو أكورديون يزاي يعزفه دي كانت مرهقة قوي يعني بالنسبة له وبعدين نقل هو تحول العصف الأورج واستقرع الأورج من سنة نقدر وقتين وسبعين وأول أغنية سجيلها أورج كانت العين السود مع بليخ حمدي ووردة جزائرية أول غنوة ترجع بها ستين وسبعين التسجيل للستوديو بتاع الأغنية الأستاذ عماري شريعي اللي بيزف فيها بعدين في الحفلات كان الأستاذ هانيمهن مع الفرق المسيح عزف كمان يعني طيب يا صبري طيب عزف السولو الأورج بتاعها عبد المنعم مدبولي كمالة طويل فيلم موليد يدونيا عزف السولو الأورج بانو بانو سعاد حصني وكمالة طويل سنة 1974 أمنت المطربة مها صبري بموهبته لأنه كان بيزف وراها في فرقة صالح الروم وقدم لها لحن امسكه الخشب يا حبايب حقق نجاح كبير جدا لكن للأسف ما فيش مطربين أو مطربات تانين طلبوه في التلحين لحد ما تفتحت له طاقت القدر سنة 78 واقتنعت بموهبته النجمة الكبيرة المطربة العظيمة شادية ولحلها أقوى من الزمن وكانت عمل عظيم الحيام والصفى الدمراني هي كانت مستوحاة من قصيدة للشعر الفرنسي لمرتين وطني أيها الطفل الصغير ودي نفس القصيدة تعملت فيروز عملتها في قهوة عن مفرق الأخير راح بينيه استلهامه كلماتها برضو عمل لشادية بعد كده أغاني فيلم الشكي حبيبي نعمل هي ونسوي ايه وأكتر من أغنية وعمل لها أغاني لمسلسل الأطفال للإزاعة أغاني فيلم لا تسألني من أنا لحد ما كان بلغ عدد الألحان الشادية 22 لحم طبعا إن كنت لها ونليك ليه كل مرة أغاني كتير الحقيقة عظيمة وبعدين عمل الأصدقاء سنة الثمانين ترجمة نانسي قنقر